السلام عليكم كانت منى تكونوا بي خيرو على خير ان شاء الله فهذا فيديو غادي نقدم لكم الصانتر صراحة كي يجيزوين بالسف كانت منى يربه الفيديونا الاعجاب ديالكم واضغطوا على زر الاعجاب واخليكم على فيديو باش تعرفوا على المقادير هنا كيفما كتلاحظوا عندي الصانتر كل واحد غادي دير على حساب اسميته افرد ديال الائلة ديالكم عندي شوية ديال الحم ماشي بزاف تقدروا الدجاج ولا تقدروا ما تديروش كاعة لحم انا كندي شوية ديال الحم عندي هنا واحد اسلافة معمرة ديال المعدنوس انا صراحة كنستعمل بزاف المعدنوس انتم تقدروا ديرو المعدنوس والقصبو عندي هنا واحد اسلافة ديال البصلة جوج حبات نطعم ماطيشة اللي قطعتهم بحال هكا وعندي نسكاس ديال الزيت تقدروا تزيد الزيتون انتم تقدروا تخلطوها عندي هنا شوية ديال التومة اسميته في العطرية عندي شوية ديال الخرقون شوية ديال الكامون شوية ديال اللي بزار شوية ديال الملحة جوج مع الكبر نتع المعجون نتع ماطيشة وعلى بركة الله هادي ندزول الطريقة ديال التحضير صراحة ساهلة دعمات غيال كان وجدوه هو كيجي بزوين بزاف بسم الله نقرب شوية هاد العناصير باش نديرهم كيف ما كتلاحظو درتم ماطيشة غادي نزيد عليها البصلة نضيف الزيت والعطرية طبيعة الحال انتم ايلا بغيت تدير الشعطية اخرى تقدروا تديره ولا بدي الفلفلاء حتى ندبا ما عنديش ها ما عنديش الفلفلاء الحرام حتى هي كان ديرها صراحة كيجي هاد هاد لسان تيرزوين وضغية كان وجدوه هاد الأثناء انا درت البرماء ديال حيط غادي نديروه هو في الكسكس درت البرماء درت فيها غير الماء وغادي نخلط الآن اصير كلهم ومن بعد كنضيف لسان تير ولي بغير حتى هو حمص يقدر حتى هو يديره معه ها هو السان تير ديالنا وديك الماطيشة والبصلة المهمة ذاك العناصر كاملين بعد ما خلطناه ها غادي نزيدنا نخلطهم شوية باش هكذا كل واحد يفض حقهم العطرية بعد بعد نجيب واحد الاكسكاس اللي غادي نخوي في هاد الخالد بسم الله كنحطوه في الكسكاس وكندير فيها الفيلمة عليمون طيق وكاملن بعد نزيد البابي الالمينيوم الابغينا ولا الغطاية ديال ديالشي برماء وكندير هي طيب المهم كتشوفوا انتم معينكم ميزانكم كي يخطح ثلاثين حتى الاربعين دقيقة على حسب النوعية ديالسان تير ودي ندهي طيب اوالسان تير ديالنا بعد ما حيتليه الفيلمة المنطيع كما كتلاحظو صافيها راه طيب باقي سخون ما كيتعجنج اهوش كل نهائي ديالسان تير ديالنا كنتمنى ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم انطيبت شوية ديال البيض ودرت لي هكدا غير زيين به التبصيل وصافي كيف ما اقلش ليكم اراه ما كيتعجنش كيش صاره حزوين بزاف وما تنساوش اللي عجبكم هاد الفيديو اضطوا على زر الاعجاب وباختاجيوه مع الاحباب والعائلة ديالكم والسلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة